السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيدتكم في فيديو جديد اليوم نحضر معكم الخبز الذي يبرد عندنا ويقصح دائما نحضر الخبز ويبقى لنا الخبز أنا لم أكن حرام لتلوح الخبز نحتفظ به إما نستعملها نحضر الدراري في الفطور نحضر الدراري في الخنشة والبقالية نحضر الدراري في الخنشة لكي نعطيه الحيوان الذين لا يأكلوا الحيوانات لكي يأكلوا الخبز ثم نحضركم بطريقة سهلة مهلا وزويونة وتعجب الدراري وتعجب الخبز في الصباح رجل رهناد يتوضى لكي يصلي ويجعل الفطور ويجعل الخدمة هنا قمت بإمكاني 3 بيضات قمت بإمكاني ملحة ويجعلهم ويجعلهم ونضربهم جيدا ونضربهم ويجعلهم خبز لا يوجد حليب ويجعل حليب ويجعل الملحة لا يريد حسب الضغط هنا اضطت اضافة ونضرب الملحة 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 وكفه وتطلب Fat كامل غرفة خلفة ف tremerton تـ ولم نصبatamente غرفة ولنضرب الملحة أنفー AAAA ثلاثة زيت الزيت الذيicha لم يتسخن فا! 꿈قل تأخيل الزيت يجربون الجبز ، يجربون حقاً مفيد ، ينطلق محبوطة ومنين يجربون هذا الفقر ، يجربون القبز ويدراريته في القطيف ، في الصباح ، يجربون من الخبز اضافة حرام الخبز سوف نستعمل لديه سنده و تضيفه سنده نضيفه سكر فاني حيث يجب بشكل كثير انا لديه السكر يمكنك التأكل بالكوفيتور او العسل او نوتلا نكمل على نقلي الخميز المازالية هنا الخميز المازالية تنسى عليه سكر و ننسى عليه سكر و نخلط مع طبقة السكر و نضعه لهم يجب ان يجب ان يغمس في السكر يجب ان يضيف السكر على السوس و لا ترى ان يكون جيدا و يجب ان يكون كلا بنيا